في عددها الصادر في اليوم الأخير من السنة أوردت جريدة النهار معلومات تشير إلى أن شركة الهولندية وهي أحد الشركتين المعتمدتين لترحيل النفايات تكذب إذ تعيد نشأتها إلى نحو أربعين عاماً فيما هي مسجلة عام 2000 ولما جرت تأكد من موقع الشركة الأساس في هولندا تبين أن الموقع هو منزل شخص يدعى بول هوس أما الفرع الذي تنسبه إلى نفسها في ألمانيا فهو متجر يبيع المطابخ يعود إلى هوس نفسه ذلك فيما هو غير مسجل للشركة أي عمل في المضمار الذي جعل الحكومة اللبنانية تعتمدها من أجله المقال أشار أيضاً إلى ما قاله عدد من الوزراء عن أن ملف النفايات هرب ليلاً تحت طائلة الضغط بتراكم النفايات في الشارع وأن تكلفة الطن الواحد قد تتجاوز 250 دولاراً مقال استدعى ردنا من وزير الزراعة أكرم شهيب يقول فيه أن الدول التي سوف ترحل لها النفايات غير مجهولة ولكن جرت تحفظ عن إعلانها إلى حين الحصول على موافقتها المكتوبة ذلك أن توقيع العقود النهائية مع الشركتين مرهون بموافقة هذه الدول وقر شهيب أن العقود كانت بالتراضي ومن دون مناقصات أو دفاتر شروط لأن ذلك يحتاج إلى وقت طويل كما قال شهيب ولكنه تابع قائلاً إن باب تقديم العروض كان مفتوحاً وإن سبع شركات تقدمت بعروض مكتوبة رد شهيب لم يفسر من أين يأتي بالحق لنفسه كي يرى أن الملف حساس ولذلك يحق له بأن لا يفصح عن الدول المصدر إليها وهو لم يفسر لنا أيضاً كيف علمت الشركات السبع بإمكانية تقديم عروضها هذه وكيف سمح لنفسه باعتبار أن المناقصات تستدعي وقتاً ما يحتم الذهاب إلى عقود بملايين دولارات بالتراضي وفي رده على النهار قال شهيب أن الشركات المتقدمة سبع في حين أنه قال أنهم كانوا ستاً في مؤتمره الصحفي لدى إعلان خطة الترحيل كانوا ست شركات بالأساس تم اختصار إلى خمسة لسقوط إحدهم ثم إلى أربع فإلى ثلاثة فتمت الموافقة على شركين لم يتوقف شهيب هنا بل تابع نافياً أي مسؤولية على الدولة اللبنانية متأصبحت النفايات على ظهر الباخيرات وذلك تبعاً لما هو مذكور في العقود مع الشركتين وكذلك قال أن النفايات الخطيرة لن تصدر مع بقية النفايات لم يتوقف شهيب هنا من الجهة التي ستعالج النفايات الخطيرة التي ستبقى في لبنان وأين سيجري التخلص منها أما في شأن غياب المسؤولية عن الدولة فهو أمر خطأ بكل بساطة وذلك لوجود 23 دولة على حوض البحر الأبيض المتوسط تستطيع الادعاء على لبنان بصرف النظر عن ما يأتي في العقود بين لبنان وشركتين الترحيل ومثال على ذلك مقاضاة لبنان العدو الإسرائيلي لتلويثه البحر بقصفه مع ملجي للكهرباء في تموز عام 2006 هل يعلم شهيب بهذه الدعوة أم أنه يضع تموز خلف ظهره أيضا؟ غير أن الأسوأ من رد شهيب على مجموعة الفضائح المشار إليها ربطا بملف ترحيل النفايات كان رد ناصر الحكيم الذي قيل أنه شريك اللبناني في الشركة الهولندية وهو عاد ليؤكد للنهار أنه ليس شريكا في الشركة ووجوده مع الشركة في لبنان لدى تقديم العروض وتوقيعها هو بسبب اتقانه للغات ولأن اللبنانيين الموجودين كانوا يجهلون أي لغة أجنبية إهانة هي لوزير الزراعة نفسه فشهيب أفضل ما يتقنه هو تعدد اللغات أما السؤال فيبقى هل كان يعلم رئيس الحكومة مثلا بأحوال هذه العقود والشركة الهولندية أم غابت عنه أشياء كما تشير مصادر وزارية وهل يعلم هو ماذا يرتب على حكومتهم المسؤوليات وعلى الدولة اللبنانية من جراء تمرير عقود الليل هذه ترجمة نانسي قنقر